موسيقى من يقف انتهاكات نظام الاسد في مناطق الهدنى شرقي دمشق بالرغم من الرعاية الروسية هل ينجح الحصار المالي الامريكي الجديد على حزب الله اللبناني بتجفيف مصادر تمويله وهل يدخل العالم حقبة جديدة بعد القرارات الاوروبية التي تحضر بيع سيارات الديزل والبنزين مساء الخير اهلا بكم مشاهدين الى برنامجكم استيديو الان حلقة جديدة اقدمها لكم مباشرة من سيديوهاتنا في دبي نستعرض اولا ابرز التقارير الحصرية التي سنتولها في السيديو الان البداية من سوريا وبإمكانيات متواضعة ورش الكهرباء في درعة تحديدا تعمل على اعادة تأهيل شبكة الكهرباء بعدما تضررت جراء قصف نظام الاسد لها قبل الهدنة نحن كورشة كهرباء موجودين هون نحن قادرين على اعادة ترميم شبكات الكهرباء بالامكانيات الموجودة ولكن نحتاج لدعم من الاخوة بالخارج طبعا كورشة كهرباء احنا بعدما بلشت الهدنة بالامكانيات الموجودة عندنا انه الرمم شبكة الكهرباء اللي موجودة بالامكانيات اللي موجودة طبعا لاحظتم انتم من قلة الامكانيات قاعدين الكابلات قاعدين مربطها بكياس نايلو نحن اليوم نصلع شبكات الكهرباء في مدينة بصر الشام بعد ما قصف النظام نرجع شبكات الكهرباء إلى مدينة بصر الشام مثل ما كانت بسبب ترجع للمدنيين الفرون من تنظيم داعش في مدينة دير الزور يتوجهون نحو مدينة الحسكة السورية إلى مخيمات آمنة لكنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة يا أخي نحن نهزمنا من داعش نحن نريد نطلع نهزمنا نحن نشوفهم يقصون ببالدنا قص ونزلنا نحن تاريد نصير معاهم ما نصير معاهم وجينا نرضانين نريد نروح على الطبيل وجم حجروني هنا والشمسين قحبيني كل حز واحد ينغفش بي بنت بنتي صارنا ثلاث ليل هل أشلاء تاكلوا هل ما يتشربوا وتراجعوا ما بيطبه ما بيطبه الطبيب الجهال في عدنا تقريبا 4700 نازح 750 عائلة طبعا الوضاع سيئة جدا في عدنا وعود من المنظمات بس ما عم يقدموا الشيء يعني شيء يكفي احتياجات الناس هذول الإيرانيون يشتكون غلاء المواد الغذائية بالرغم من العقود الكبيرة التي أبرمتها الحكومة مع شركات عالمية لا بد من إعادة النظر في المبالغ التي تصرف خارج البلاد وإعادتها إلى الداخل فنحن لدينا طاقات شابة وموارد طبيعية جيدة وهي تعد ثروة في بلادنا فلما لم نستفد منها ولماذا تذهب هذه الطاقات هباء شعبنا هو شعب يبحث عن السلام ويحبه وفي حالة تسوية الأمور وتحسين العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى سنحصل على العيش برفاه اقتصادي الإدارتان السياسية والاقتصادية ترتبط ببعضهم البعض لا بد لكليهما أن تسير نحو ثبات الأسعار لكي لا نستيقظ كل صباح ونفجأ بمزيد من الارتفاع في أنواع السلع الآن إلى موجز لأهم آخر الأنباء نبدأه من الرقة السورية حيث أفشلت قوات سوريا ديمقراطية هجوما لداعش بمجموعة من العربات المفخخة بحي نزلة شحادي قتل خلاله 14 مسلحا من داعش وهاجم مسلحوء التنظيم بعد منتصف الليل بثلاث سيارات مفخخة ودرجتين هاجموا نقاطا عدة تتمركز فيها قوات سوريا ديمقراطية في القسم المحرر من الحي حيث تمكنت القوات من تدميرها جميعا وإفشال الهجوم في العراق المجاور قال مصدر أمني أن أفراد داعش المحاصرين في قضاء تلعفر أخلوا العديد من مقراتهم الرئيسة في مركز القضاء فيما تعمدت المجميع الإرهابية إبقاء راياتها السوداء فوق المقرات التي تم إخلاؤها من باب تمويه القوات الأمنية وأضاف المصدر أن إخلاء المقرات هذا جاء بعد استهداف وتدمير عدد منها بالقصف الجوي الدقيق والمكثف على مدى الأيام الماضية في العراق أيضا قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المواطنين والمواطنات الأجانب الذين اعتقلوا في معارك تحرير الموصل يخضعون الآن للتحقيق من قبل القضاء العراقي مؤكدا أن بغداد لن تستثني أحدا تورط مع داعش من العقاب من ناحية أخرى أكد العبادي أنه تم وضع خطة لتحرير تلعفر وأن القوات العراقية جهزة للمعركة قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش أن الدول الراعية لمكافحة الإرهاب الداعية له عليها المضيق دمى من دون قطر مشيرا إلى أن الدوحة تذهب نحو سياسات لا تنتهجها وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن الأزمة مع قطر استمرت لزمن طويل ومن المهم النظر لما وراء الأزمة واعتبار الأمر نوعا من العلاقات الخليجية الجديدة التي تستبدل القديمة وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية بالرغم من اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب بعيدا عن السياسة قالت الشركة المشاغلة لمطار دبي الدولي في بيان أن اليوم إن حركة الركاب في المطار الأكثر ازدحاما بمسافري الرحلات الدولية في العالم ارتفعت ثلاثة وتسعة أعشار في المائة على أساس سنوي إلى ستة ملايين وثمانمائة ألف مسافر في يونيو حزيران في أخبار الصحة توصل علماء يابانيون إلى تحليل جديد للدم يكشف ثلاثة عشر نوعا من أمراض السرطان بتحليل قطرة دم واحدة ومن المقرر أن يبدأ العلماء في مركز السرطان الياباني بتوكيو الدراسة السريرية خلال الشهر المقبل ورش الكهرباء تصلح ما دمره قصف الأسد في مدينة درعا وريفها هذا ما نتبعه بعد قليل قتال عنيف بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات الأسد شرقي دمشق للمرة الأولى منذ أعلن الجانبان وقفا لإطلاق النار في مطلع هذا الأسبوع وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وأوضح المرصد أن ضربات جوية استهدفت مناطق للمعارضة مشيرا إلى أن تلك الضربات في الغوطة الشرقية أسفرت عن قتل الطفل وإصابة 11 شخصا مدنيا ليرتفع عدد المصابين والقتل إلى حوالى 55 مدنيا خلال 48 ساعة ماضية الجدير بالذكر أن تلك المناطق تدخل ضمن مناطق تجفيف التصعيد تخفيف التصعيد الذي أعلنت روسيا عن رسم حدودها وإدخال قوات تابعة لها لأجل مراقبته وذلك بعد اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف من كافنتر البريطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الخير أهلا بك معنا حسب ما قلتم وأعلنتم بالبريان هل ممكن أن نقف على الحصيلة بداية الحصيلة البشرية أن كان هناك أي جديد فيما يتعلق بالقتل وما وضع الجرحة شهيدا مدنيا سوريا وليس من المقاتلين بينهم نصفهم من الأطفال تقريبا نتيجة قصة من كبر الطائرات حربية بعضها مؤكد أنه تابع للنظام والطائرة التي ارتكبت المزرة في عربين ليل أمس الأول يرجح بأنها الطائرة الروسية ألقت ثمانية صواريخ على مدينة عربين لذلك نقول بأن روسيا الطرف الأساسي في الاتفاق تنفي أن يكون هناك غارات جوية على الوقت الشرقية ونحن نؤكد وغيرنا يؤكد ويوسق بأن هناك غارات من طائرات حربية استهدفت الوقت الشرقية والأكثر من ذلك بأن هناك غار اليوم استهدفت منطقة لا يسيطر عليها فيلق الرحمن بل يسيطر عليها الجيش الإسلام الذي التقى ممثل عنه مع الجنرال من ما يعرف بالآن مركز حميميم في جينيف مع السفير الروسي في جينيف التقوا عندما كان هناك مفاوضات جينيف والتقوا لاحقا في القائرة أي منطقة؟ كل المناطق التي نتحدث عنها هل ممكن أن نعرفها؟ عربين زملكة عين ترما أوتايا كل هذه المناطق تعرضت لغاريات منطائرات حربية تابعة أما للنظام السوري أو للنظام الروسي حقيقة الأمر الوصف على النظام السوري في سوريا هذه الغارات أيضا اعتقدنا بأن الغارات الأولى التي استهدفت عربين قالوا بأنها نتيجة استهداد تهيئة فتح الشام دبابة تابعة لقوات النظام لاحقا الغارات التي استهدفت أيضا عربين واستهدفت عين ترما واستهدفت والقصب الذي استهدفت زملكة وأتايا هل أيضا هناك تدمير دبابات تابعة للنظام؟ هي فقط مجرد زرائع من قبل روسيا والنظام لاستمرار الضغط على فصال المعارضة في الغوطة الشرقية لتحسين يعني التطاوض وتحسين مكاسب أكثر من الأطراف المسيطرة على الغوطة الشرقية وأيضا قالوا بأن هناك مساعدات دخلت إلى دومة وقاموا بتوزيع ثلاث شاحنات عند أطراف مقيم الوافدين الخادعة لسيطرة النظام وشاهدنا حمائم السلام الضباط الروس والعساكر الروس وهم يوسعون هذه المساعدات على الأطفال بالتزامن مع قتلهم وارتكابهم مجزرة في ريف الرقى الشرقي وقتلهم أكثر من 19 مدنيا في ذات اليوم لذلك نقول بأن الصور والفيديوهات والنشر حمائم السلام بالتزامن مع القتل هذا الأمر يجب أن يكشف ويفضح من العار أن نقوم بهذه الوساطة الروسية ونقول بأن روسيا تدعو للسلام في سوريا بالتزامن مع قتلها مدنيين سوريين في منطقة جغرافية أخرى من الأراضي السورية بالمرصد تتابعون دائما تطورات أي ضحايا صحيح هل من جديد فيما تعلق بالقتل تحدثنا عن إصابة قتل طفل والإصابات 55 بين قتل وجرحة هل نعرف شيئا عن حالتهم جرحة نعم طفلة طفلة وليس الطفل طفلة سورية استشدت اليوم في منطقة خابعة لجيش الإسلام في الغطر الشرقية الجرحة بعضهم بحالات حريجة لكن حتى اللحظة عدد الشهداء منذ يوم أمس الأول وإلى الآن 11 أو 13 عفوا شهيدا مدنيا أربع يوم أمس وثمانية يوم أمس الأول واليوم شهيدا 13 شهيدا مدنيا نتيجة القصف من قبل طائرات النظام السوري وقلنا قد تكون أيضا طائرة روسية هي التي شاركت بمنصرة أوهية التي نفست منصرة عربي يعني 55 خلال يومين مع الجرحة مع الجرحة نعم 55 شهيد والجريح وهذا رقم كبير إذا ما تحدثت عملات تخفيف على العمليات طبعا طبعا هو بكل الحالات مفروض أنه رقم كبير جدا هناك عدم تخفيف نعم أنا أشكرك من كوفنتر البريطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد سوري لحقوق الإنسان سمح قرار وقف إطلاق النار جنوب سوريا لورشة الكهرباء في مدينة درعة بالدخول إلى مخيم درعة المدمر وذلك الإصلاح ما دمره القصف المتواصل من خطوط الكهرباء خلال الأشهر الماضية وفي مدينة بصرة الشام أيضا تواصل مديرية الكهرباء في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد إصلاح شبكات الكهرباء في المنازل والشوارع بالتزامر مع إعادة الخدمات الحيوية للمناطق المحررة مرسلنا محمد الحوراني رافق إحدى ورش إصلاح الكهرباء في درعة وأعد هذا التقرير بإمكانيات متواضعة يعمل أبو عمر على إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في مخيم درعة محاطا بالركام الناتجي عن القصف الجوي للحي عملية ترميم خطوط الكهرباء تتطلب جهدا كبيرا من أبي عمر ورفاقه إلا أن هدنة وقف إطلاق النار والتي تشمل الجنوب السوري أعطتهم فرصة لإعادة الكهرباء لما تبقى من منازل في هذا الحي نحن كورشة كهرباء موجودين هون نحن قادرين على إعادة ترميم شبكات الكهرباء بالإمكانيات الموجودة ولكن نحتاج لدعم من الأخوة الخارج طبعا كورشة كهرباء بعد ما بلشت الهدنة بالإمكانيات الموجودة لدينا أن نرم شبكة الكهرباء الموجودة بالإمكانيات الموجودة طبعا لاحظتم أنتم قلت الإمكانيات قاعدين الكابلات قاعدين مربطها بكياس نايلو يعني من حاول بجميع الوسائل والعالم الحمد لله قاعد بترجع على بيوتها اللي بيستطيع يرمى بيته قاعد بيرمى بيته اللي بيستطيع يشتغل ببيته قاعد بيشتغل ببيته في مكان آخر تشمله الهدنة باتت الكهرباء حاجة أساسية للسكان العائدين مؤخرا إلى منازلهم ففي بصر الشعم بدأ حسان المقداد وهو موظف سابق في مديرية الكهرباء بتفقد الأعمدة والأسلاك بوقية نقل التيار إلى أحياء المدينة ولم يشكل حجم الدمار أمامه عائقا حيث يسعى ورفاقه إلى إعادة إنارة الشوارع ومن ثم توصيل التيار الكهربائي لكل منزل في المدينة نحن اليوم نصلع شبكات الكهرباء في مدينة بصر الشام بعدما قصف النظام نرجع شبكات الكهرباء إلى مدينة بصر الشام مثل ما كانت بسبب ترجع للمدنيين من رجب عمدان وفليارات وشرطان كهرباء لمدينة بصر الشام وتعمل فرق الصيانة في محافظة درعة على إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار معك ورشة الكهرباء تفضل حيث يشرف رئيس الورشة أبو مؤيد على فريق مدرب على إتمام العمل بصرعة كبيرة هذا وتتتم عملية إصلاح شبكة الكهرباء بالتوازي مع إعادة الخدمات الأساسية إلى الجنوب السوري ورشة الكهرباء الله يعطيهم العافية كل ما يصير عندنا عطل عم نتصل على الورشة بلبونا الشباب والله يعطيهم العافية مع أنه عندهم إمكانيات بسيطة وكل ما يصير عطل كل بأي منطقة بصرة بيضطص عليهم ويجي بلبونا مباشرة بهدف إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في محافظة درعة جنوبي البلاد هنا في بصر الشام تعمل ورشات الكهرباء على إعادة ترميم ما أفسدته آلة الحرب على مدى سبع سنوات من الثورة السورية مستغلة قرار وقف إطلاق النار محمد الحراني أخبار الآن درعة نتابع مشاهدين في استوديو الآن مخيم قانا مكان جديد قرب الحسكة للفرين من بطشي داعش نتابع في استوديو الآن الإدارة الأمريكية تجاهز إلى فرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات حزب الله اللبناني وتجفيف مصادر تمويله في مرحلة ستشكل سابقة في كيفية فرض العقوبات المالية على الحزب ونشاطه خاصة وأن الأمريكيين ينتهجون سياسة جديدة سياسة برأي الخبراء لا تقتصر على ضرب المؤسسات الإرهابية وحسب بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة لها في الإطار ذاته وصفت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن كيهيلي وصفت ميليشيات حزب الله بأنها قوة مدمرة وعقبة في طريق السلام وقالت في كلمتها إن قرارات الأمم المتحدة تدعو حزب الله لنزع السلاح وهذا لم يحدث عبر الهاتف من أبها معي دكتور محمد الزلفة عضو مجلس شورى السعودي السابق لم ينزع سلاحه حزب الله هل ممكن أن يقوم بهذا يوما من الأيام؟ أنا أتركت أنه من الضروري جدا أن تنزع كل الأسلحة من المنظمات الإرهابية وكل أسف إيران أفرزت منظمات إرهابية حزب الله في لبنان، الحوثين في اليمن، أيضاً طائفية في العراق مليشيات متعددة في سوريا أعتقد أن كل الأذرور التي تدور في الطلق الإيراني وعلى رأسها حزب الله لابد أن توضع لها حدود لأن حزب الله مثلاً صادر حق الشعب اللبناني في تقرير مصيرة، في حياتها، في اقتصادها، في وجودها في منظومة العربية خلق الكثير من المشاكل، ويهدد من يعارضه بقوة السلاح نعم، كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع دكتور محمد؟ فرض العقوبات هذا أو هذا الموضوع سيشكل سابقة بكيفية فرض العقوبات المالية إلى أي درجة هنا نتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن إيران؟ أنا أعتقد أن حديث الرئيس الأمريكي اليوم حديث واضح وصريح موجه إلى إيران والخطاء موجه إلى أدرع إيران في المنطقة القرارات التي اتخذتها الأولايات المتحدة الأمريكية في وضع قيود وعقوبات على حزب الله وعلى ما يقوم به حزب الله من أعمال تتنافى مع المبادئ الدولية تتنافى مع حقوق الإنسان تتغير مع كل القيم التي فطر على الإنسان وأيضا استباحت حق حكومة لبنان في أن تكون حكومة أو دولة له مكانته ليست اعترحمة حزب الله وسلاحه أنا أعتقد أن الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية لحزب الله لدرجة أنه أصبح أكبر متاجر بالمخدرات في العالم أغرق البلدان العربية بالمخدرات إضافة إلى تخويف حكومة لبنان وتخويف الآمنين في سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي اليمن بقوة السلاحة التي إيران لا تتوقف أن تمده بأشرس أنواع الأسلحة وبحجة أنه سيحارب إسرائيل ويحارب الشعوب العربية يحارب السوريين يحارب اليمنيين يحارب البحرينيين يحارب العراقيين إذن أنا أعتقد أن الآن المجتمع التولي تنبه تماما إلى مصادر الإرهاب التي أصبح لها عنوين واضحة إيران ومن ثم بكل أسف دولة عربية خليجية أصبحت ضراع قوي لتمريل الإرهاب وتمريل الإرهاب وهي قطر أعتقد المجتمع الدولي الآن عليها مسؤولية لمحاصرة الإرهاب أينما كان وتجريد المنظمات الإرهابية من أسلحتها والتضييق عليها ماليا والتضييق عليها سياسيا وتقوية حكومات الوقوف في وجه هذه العصابات الإرهابية المسلعة كل هذه المواضيع هذه الملفات بالفترة الأخيرة إلى أي درجة هي مرتبطة ببعض وبالتالي الفترة المقبلة كما يحدث من إجراءات كما قلنا من أمريكا اليوم سيكون مرتبط ببعضه عندما نتحدث عن قطر عندما نتحدث عن دعم الإرهاب عندما نتحدث عن هذا التصريح فيما يتعلق بحزب الله والممولين لأي جماعات إرهابية ليس فقط الفرض عقوبات على هذه الجماعات الإرهابية أو حصرها الممولين يعني جذور الإرهاب هذا إلى أي درجة كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها مؤكد كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها ولها مظلات واضحة ومعروفة إيران، كطر، الأخوان المسلمين المنتجين فيها أكثر من موقع وألو إيران المسلحة في المنطقة سواء في لبنان، في سوريا، في العراق، في البحرين، في اليمن لتصور الآن الرهان برهان إيران وكطر أعتقد أنه الآن في على المحق تماماً أنه ما رسوه على مدى عقدين من الزمن في حالات من التشرذم العربي والفراغ العربي من الوقوف في وجه مثل هذه المنظمات وهذه العصبات المسلحة أعتقد الآن بما انكطر في دائرة ضيقة الآن إيران الدور عليها دولياً المنظمات هذه كلها ستختفي باختفاء القواعد والحاضنات الأساسية سواء إيران ولا قطر ولا من على شكلتهم فأعتقد أنه الآن دول المقاطعة لقطر المحاربة بالإرهاب هؤلاء عندهم الحرص والإرادة على التنظيف في الساحة العربية من كل مصادر الإرهاب وممول الإرهاب والقائم بالإرهاب هنا توجه جديد وعالم جديد نخلقه نحن العرب أولاً ومن ثم أيضاً معنا المجتمع الدولي الذي يقول أنه يعارب الإرهاب أنا أشكرك جزيلاً من أبها دكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابق تكشف أخباره الآن عن وجه القيادي الإرهابي عدل أحمد الملقب لدى داعش بأبي محمد إسناد الذي كنا قد أخفيناه بانتظار إحالته إلى القضاء لكن بعد حصولنا على موافقة الجهات المختصة في العراق نكشف عن وجهه تجديداً للمصداقية من أجل المصداقية التي عهدها عنا متابعو أخبار الآن وللرد على بعض التعليقات والرسائل التي وردت في المواقع التواصل الاجتماعي مجريات هذا اللقاء الذي تم تصويره في الموصل نتابعها مع حسام الأحبابي بعد أن أجرينا في غرفة أخبار الآن دراسة دقيقة لتعليقات ورسائل وردت إلى صفحاتنا في مواقع التواصل وشكك بعضها بمصداقية تقريرنا الخاص بالقيادي في داعش عادل أحمد الذي يلقب من قبل التنظيم في الموصل بأبي محمد إسناد كان لابد لنا من إعادة تسليط الضوء على ما جاء في المقابلة الخاصة التي أجريناها معه وبعد أن حصلنا على موافقة الجهات المختصة في العراق نكشف اليوم عن وجه هذا الإرهابي الملقب أبو محمد إسناد تجديدا للمصداقية التي نعتمدها في تقاريرنا بمناطق النزاع إذن خلال اللقاء الذي أجريناه مع الملقب أبو محمد إسناد أكد هذا القيادي الإرهابي لدى داعش في الموصل أنه وجميع المقاتلين في التنظيم كانوا يعولون على من أسماهم قادة داعش الكبار وخاصة أولئك الأجانب الذين قدموا من خارج العراق بهدف دعمهم في مواجهات القوات العراقية إلا أنه اعترف بشعور من الخذلان والانكسار بخسارتهم الموصل قائلا بالحرف الواحد انتهى كل شيء الأجانب كانوا يعني أغلبهم قناصين أو انغماسيين شو كانوا يقولون بناتهم يعني انتم المقاتلين وانتم اللي حسيتوا بالغلب شو كنتوا تحكيون بناتهم كانوا يقولون أنه راح يجون ويخلصون بالنتيجة بالنتيجة انتهى كل شيء وعند سؤاله خلال اللقاء عن منصير بعض قادة داعش وأين هربوا إثر تحرير الموصل ولماذا تخلوا عن مقاتلي التنظيم المحليين اقتصرت إجاباته الملقب أبو محمد إسناد على إيماءات أشرت بوضوه مدى الانهيار الذي شهده داعش ليس فقط إثر خسارته الموصل أو ما أسماها بعد تحرير المدينة أرض الخذلان بل بوضع التنظيم أيضا المنهار والمحاصر داخل معاقله الأخرى سواء في العراقي أو سوريا قيادات ما داعش وين كانوا متواجدين في هذه الفترات كلها أغلب القيادات ما تشلنا نشوفهم فا ما هذا ليش ما كنتوا تشوفهم وين كانوا متواجدين في هذه الفترات أثناء المعارك وين كانوا المعارك ببرداد وغيرهم وين هم المعارك ما كنتوا أنتم بيناتكم جادلون أو تحكيرون في السلون عليهم ليش تنقلكم مثلا شنو وصله انت باعتقاله شنو وصله ما مش تخلوه عنكم انت هس لو تشوف واحد من قيادين ما داعش هؤلاء قيادين البار اللي خلوكم بهاي خلو نقلوا المعارك شو تقلوه ما عارف شابه ما يسمى لدى داعش أبو محمد إسنات تحدث لأخبار الآن أيضا عن التضييق الذي مارسه التنظيم على الحريات ومقدرات السكان ومصالحهم فكرههم الموصليون وابتعدوا عنهم على خلفية الإجراءات القمعية والجرائم التي كان يرتكبها قادة داعش القادمون من خارج العراق منذ احتلالهم الموصل قاموا يضيقون عن الناس يعني قاموا الناس تكرهنا فإحنا ردنا نصلح هذا الشي ما قدرنا فقاموا خلوا الأمنية يشتغلون بكيفهم خلوا جابوا الناس جوا من غير الدول يشتغلوا بكيفهم فخربوا خربوا علينا إذن اللقاء الذي صورته أخبار الآن مع ما يسمى لدى داعش أبو محمد إسنات الذي كنا قد أخفينا وجهه في التقرير السابق كونه لم يتم تحويله بعد إلى القضاء يؤكد هذا اللقاء مدى الضرر الكبير الذي ارتكبه داعش ضد تأريخ الموصل وأهلها الذين كشفوا خديعة هذا التنظيم ومآربه الإرهابية بعد أيام قليلة من احتلاله مدينتهم للتحكم في مقدراتها فر الكثير من الأهالي من مناطق سيطرة داعش نجح بعضهم في الوصول إلى مخيمات قرب الحسكة السورية هو مخيم قانا كان وجهة لكثير من الفرين من مناطق التنظيم لكن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة تفاصيل أوفا في سياق تقرير التالي مخيم قانا أحد المخيمات التي أقيمت جنوب الحسكة لاستقبال ألف المدنيين والأبرياء الفرين عن مناطق داعش ومع استمرار المعارك ضد التنظيم وتقلص مناطق سيطرته نجح المئات من المدنيين في الهروب بحثا عن مكان آمن لكن أوضاعهم تزداد سوءا في المخيمات مع ارتفاع أعدادهم يا أخي احنا نهزمنا من داعش نهزمنا نريد نطلع نهزمنا احنا نشوفهم يقصون ببالدنا قص ونهزمنا احنا تريد نصير معاهم ما نصير معاهم وجينا مرضانين نريد نروح على الطبيل وجم حجروني هنا والشمس تنقع بنا كل حزو واحد ينغفش بيه بنت بنتي صارنا ثلاث ليال هلو شلات تأكلوا وهل ما يتشربوا وتراجعوا ما بيطبه ما بيطبه الطبيب الجهال بالله عليك لما يفرض جاهل ادارة المخيم تحاول مساعدة النازحين من خلال تأمين الماء ووجبات الطعام لهم بينما تقوم بعض المنظمات بتأمين الأدوية يقول القائمون على المخيم انهم يبذلون كل طاقتهم لتأمين الطعام والماء والأدوية في عدنا تقريبا 4700 نازح 750 عائلة طبعا الوضاع سيء جدا في عدنا وعود من المنظمات بس ما عم يقدموا الشيء يعني شيء يكفي احتياجات الناس هذول طبعا فيها الإدارة الذاتية عم تتحمل أعباء مثل عم يجيبوا مي عم يجيبوا خبز تزداد معاناة الأهالي في مخيم قانا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه النظيفة وانتشار القمامة قرب المخيم إضافة إلى الأمراض التي بدأت تنتشر بين الأطفال كالإسهال والحرارة مشكلة النازحين عن مناطق داعش تتفاقم مع استمرار المعارك ضد التنظيم يأمل الكثير من الأهالي هنا أن يتم تحرير مناطقهم من التنظيم ليتمكنوا من العودة إلى بلداتهم وقرهم لدينا أيضا في السجل الآن الامتناع عن لقاحات الأطفال يزيد من تفشي الأوبئة بنسب كارثية نتابع مشاهدينا وعلى الرغم من عقود الطاقة الكبيرة التي أبرمت بين شركات عالمية وإيرانية إلا أن الأخيرة أخفقت في الحفاظ على ثبات الأسعار في أسواقها وهو ما انعكس بوضوح على حالة المشترين فيها إذ يرى العديد من الإيرانيين وجود أسباب ساهمت بشكل مباشر في هذا التذبذب مراسلتنا علم سعودي استطلعت أراء مواطنين إيرانيين ووفتنا بهذا التقرير يبدو أن صيف إيران لهذا العام لم يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة فحسب بل أن الأمر سرى لأسعار السلع والمواد الغذائية أيضا لكن لماذا وكيف جئنا إلى هنا لمعرفة ذلك يعتقد مرتضى أن السبب يرجع إلى طريقة صرف الدولة لأموالها والحل قد يكمن في إعادة النظر بطريقتها لا بد من إعادة النظر في المبالغ التي تصرف خارج البلاد وإعادتها إلى الداخل فنحن لدينا طاقات شابة وموارد طبيعية جيدة وهي تعد ثروة في بلادنا فلما لم نستفد منها ولماذا تذهب هذه الطاقات هباء أما سارة فتؤكد أن السلام هو الطريق الأنسب للوصول إلى الرفاه الاقتصادي شعبنا هو شعب يبحث عن السلام ويحبه وفي حالة تسوية الأمور وتحسين العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى سنحصل على العيش برفاه اقتصادي أسعار السلعي هنا أصبحت تبدو كمفاجآت تخشى مليحة مواجهتها كل صباح فهي كأغلب المواطنين الإيرانيين تبحث عن ثبات في الأسعار كي تتمكن من التوضع دون وجل لكن إلى ما تعز هذا الارتفاع الإدارتان السياسية والاقتصادية ترتبط ببعضهم البعض لا بد ذلك إليهما أن تسير نحو ثبات الأسعار لكي لا نستيقظ كل صباح ونفجأ بمزيد من الارتفاع في أنواع السلع ولا يقتصر الأمر على القضايا الإدارية فحسب فللطبيعة يد هي الأخرى متمثلة بالفيضانات والسيول التي سببت خفضا في إنتاج هذا العام فرغم الوفرة في عرض المنتجات المستوردة والمحلية لكن الاستياء هنا يبدو جليا كان السعر هذا الفستق قبل ثلاث سنوات 52 ألف تومان إيراني والآن وصل إلى حوالي 85 ألف تومان إيراني وهذا لأنه لم يعد يزرع في بلدنا تعددت الأسباب الكامنة خلف قفز أسعار السلع سواء المرتبطة بصفقات الفساد التي شابت بعض التعاقدات المبرمة مع شركات خاصة أو عامة أو التي ترتبط بكيفية الإدارة السياسية والاقتصادية إلا أن المواطن في النهاية لا ينتظر إلا حلولا ناجعة تحمله إلى بر الأمان الاقتصادي لإخبار الآن حلم سعودي طهران قال وزير البيئة البريطاني مايكل غوف الأربعاء إن بلاده ستحضر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك بعشرة أعوام يأتي هذا بعد إعلان مماثل في وقت سابق من الشهر الجاري من الحكومة الفرنسية بينما تعمل بعض المدن الألمانية مثل شتوتكارت وميونيخ على دراسة حظر بعض السيارات التي تعمل بالديزل وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لاتخاذ خطوات لخفض تلوث الهواء بعد خسارة دعاوة قضائية أقامتها جماعات مدافعة عن البيئة وأعلنت في مايو أيار اقتراحات لبرنامج إحلال للتخلص من معظم السيارات الأكثر تلويسا في العالم معي عبر الهاتف من بيروت دكتور دومت كامل رئيس حزب البيئة العالمية والمرجع البيئة العالمية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور دومت إلى أي درجة اليوم هذا الموضوع بات يقول لنا بأن الوضع لن يتحمل أي تأخير ولا شك الوضع لن يتحمل أي تأخير بتاتا نحن وصلنا لزروي وقمة وقمة التلوث وقمة التغير المنيخي وقمة التباهر البيئي العالمي حان الوقت للعمل الجدي وسريعا دون أي ابطاء من أجل وضع قانون بيئي حديث جدا يحمي الكرة الأرضية وكل أرجاء الكوكب من الملوثات الخطيرة ومن النفق المظلم نحن اليوم أمام كارثة بيئية عظيمة جدا في الكون الأجمل يعني تلوث ازدياد الغازات الدفيئة بالجو بشكل جنوني ومتسارع أكثر بمئة مرة من الملوثات التي كانت متوقعين نحن اليوم أمام خطر داهم على كل أرجاء الكوكب عنا الإزدياد خطير بسبب المفانع بالعالم اتجاه دول كل الدول تجهد للصناعات الضخمة الصناعات الضخمة تستهلك كميات ضخمة من الوقود الحفوري عنا استهلاك ضخم يعني ولا ولا شك هالاستهلاك الضخم ما بقى عندنا بيت تمتصوا بقى عندنا المخيطات تمتصوا ولا نحن وصلنا لام كارثي هالكارثي بدي حذر معه وللمرة ثاني أكسيد الكربون مختلف الجو الزرات بالمليون الحد الأقصى من 50 جزء بالمليون نحن وصلنا بال410 جزء بالمليون وهالنقطة هذه ستتفاعد سريعا جدا للوصول إلى 500 جزء بالمليون وعند الوصول إلى 500 جزء بالمليون فيكون فيه تدور خطير عالمي بالمناخ والتغير المناخ العالمي وما شفناها لأهل جمعتين من تغير المناخ من صيضانات خاصة صيضانات الموجن وجدت بتركيا اللي صارت بتركيا اللي هي أطعت أطعت بكتل هوائي ضخمي حامل أشد الأشد كميات من البخار من كميات الماي واتجهت غربي غربي شمالي فوصلت يعني هي لو كانت تأس عادي لكنا شفنا العمطار نزلت بلبنان وبسوريا وبعدة مناطق وبالعراق وبالوردن بس ولكن هالوضع لأنه منه عادي هالكتل الهوائي كلها تحملت بكمية ضخمة من الماي وبعد موصولها للأجواء التركية الباردة طرفي عنه طول شيء جنون هالموضوع حيضا ممكن يصير بكل أرجاء المنطق العربي وبكل أرجاء العالم بموضوع المواصلات ووسائل النقل يعني إذا سألنا نقطة أخيرة عن هذا الموضوع بأنه تحدثنا عن حضر سيارات البي بنزين والديزل لأي درجة مهم نحن كأفراد أيضا أنه ساهم يعني على الأقل باستخدام ربما وسائل النقل العامة صحيح؟ أولا أولا إذا كان فيه خطط بديلة عن النقل الخاص هذا شيء عظيم جدا بس ولكن نحن اليوم أمام خطر كتير كبير بالمناطق بكل العالم هو استبدال السيارات الموفرة للوقود ذات التوفر بتوفر بكميات ضخمة استبدالها بسيارات رباعية الدفع يلي هي بتستهلك كميات ضخمة من الوقود دون النظر إلى الوضع الدي يعني فيه سيارات بالمئة كيلومتر بدأ خمسة وعشرين لتر بنزين بينما فيه سيارات بالخمسة وعشرين لتر تنمشي ثلاثمية وخمسين كيلومتر بتوفر ثلاث مرات ولكن سياسة الدول سياسة الدول منها عم تاخد ولا بشك ولا بأي نظرة النظرة البيئية والأثر البيئي لأي عمل وهي ده التدهور الخطير نحن اللي عم نعيشه هون من هون بدي 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 صرخة بدي صرخة وبدأ أعلام أنا بشكر كل الأعلام اللي عم نتعاون معنا وكل الأعلام والإعلانيين يلي عم بيخلونا معطي رأينا وبيكل فخر أنه نحن قدرنا أثرنا بمناطق كثير عديدة بالغالم وأخذ بستراتيجياتنا على أمل أن نقدر المنطقة العربية يكون في استراتيجية علمية لأنه المنطقة العربية ستتدهور بشكل خطير بشكل خطير يصل بالمناخ ومشتقات المناخ والتغير المناخي وأكيد وكل تأكيد نحن عم نتطبع دراسات وأبحاث دقيقة يوميا يعني بيقول لك بعطيكم مثل اللي بعطيكم مثل عن لبنان لبنان السنة خسر أكتر من 12% من السروة الحرجية من جراء التغير المناخي اللي أصاب لبنان والمنطقة العربية كمان رح تدهور أكتر التمدد التفحر والانقراض وانقراض الغبات ووضع ووضع هذه استراتيجيات اللي ما إلا ما مش موجودة نحن كشعب بالمنطقة العربية كل أرجاع الشعب غير فيها التمن صحيح أنا أشكرك جزيلا دائما لهذه المشاركات القيمة للمعلومات لرفع الوعي شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور دومت كامل رئيس حزب البيئة العالمية والمرجع البيئة العالمية أكد علماء أمريكيون أنهم توصلوا إلى نتائج تبين الأثار المترتبة على امتناع البعض عن الخضوع لحملات اللقاح الجامعية المخصصة للبقاية من الأمراض الخطيرة والمعدية المزيد في التقرير التالي يثير موضوع اللقاحات جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لها بين الناس ويمتنع الكثيرون عن إخضاع أطفالهم لحملات التلقيح الجماعية غير أن دراسة جديدة أجراها العلماء بيّنت الأثار المترتبة على امتناع البعض عن الخضوع لحملات اللقاح الجماعية المخصصة للبقاية من الأمراض الخطيرة والمعدية إذ أكدت منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاحات تقي من حدوث ما يقدر بمليوني إلى ثلاثة ملايين وفا كل عام حيث أجرى العلماء دراسة مطولة مبنية على النتائج التي حققتها حملات اللقاح المتعددة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وبيّنت الدراسات أن تراجع عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات ضد الحصبة بمقدار 5% في العام فقط يزيد من انتشار الوباء بمعدل ثلاث مرات ويزيد الأعباء المادية على الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة بمقدار مليوني دولار في السنة وفضلا عن الأعباء المادية التي تترتب على الهيئات الصحية أشار العلماء أن ازدياد انتشار الوباء يؤدي إلى أعباء المادية ومعنوية إضافية على السكان بشكل عام ويذكر أن العديد من الدراسات كانت قد نوهت سابقا إلى موضوع اللقاحات والأثار السلبية التي تترتب على الحكومات والهيئات الصحية حول العالم في حال الامتناع عنها معي من دبي دكتور مسعف عبد الرازق استشاري أطفال مساء الخير أهلا بك معنا دكتور مسعف قبل أن نتحدث عما فيما لو لم يتم تطعيم بلقاحات معينة ما أهم لقاح يجب أخذه الأطفال نتحدث مساء الخير على الجميع والحقيقة اللقاحات لا طلعت غير لحماية الأطفالنا من الأمراض الخطيرة كل اللقاحات التي حاليا متوفرة هي ضرورية وأساسية بدءا من لقاح شل الأطفال اللي الحمد لله ما عدنا نشوف مريض لشل الأطفال في الوضع الحالي مقارنة بالتوابق أنا فاكر بالسبعينات والثمانينات كان دائما يجينا حالات من شل الأطفال وتأدي إلى أهسار جانبية وخيمة الحياة انتقالا إلى تطعيمات الكزاز وسعال الديكي وانتقالا إلى الحصبة والحصبة الألمانية والنكاب والجدري الجدري الأول اللي كانوا يسمونه سمول بوكس اللي يحسره الويه هذا كل من الأمراض اللي اندفرت نتيجة التي صنعت لي نماية أطفال من هذه الأمراض نعم دكتور مصعف صوت يتقطع لا أعرف إذا كان بالإمكان إعادة الاتصال بالدكتور مصعف على إيتي حال أنا أشكرك دكتور مصعف عبد الرازق استشاري الأطفال على هذه المشاركة معنا من دبي ولو كانت قصيرة بيستديو الآن أيضا وداد امرأة ليبية تؤسس أول نادي رياضي للنساء في مصراتها نتابع في استديو الآن مشاهدينا ينتج حاليا شبان لاجئون في مخيم شتيلة للاجئين ببيروت مواد إعلامية بمحتوى عالي الجودة لصالح قناة إخبارية على الإنترنت تم إطلاق المشروع بمساعدة تدريبية مكثفة من جمعية بسمة وزيتونة الأهلية المحلية وبشراكة مع الإذاعة الدولية الألمانية كثير من اللاجئين لا تتاح لهم فرصة لامتهان عمل جديد لكن في بيروت تسعى مبادرة إعلامية لتوفير شريان حياة للاجئين من الشباب الذين يتطلعون إلى فرصة جديدة شبان فلسطينيون وسوريون رفضوا الاستسلام لما قدمت لهم الحياة من مصاعب في مخيم شاتينة للاجئين إذ يقدم هؤلاء الشبان وسط الظروف الصعبة والازدحام مواد إعلامية بمحتوى عالي الجودة لصالح قناة إخبارية عبر الإنترنت وبمساعدة تدريبية مكثفة من جمعية بسمة وزيتونة الأهلية المحلية وبشراكة مع الإذاعة الدولية الألمانية دوتشا فيلي تم إطلاق المشروع كامجي كانت فرصة ممتازة لأغلبهم لأنه حتى ينطلقوا بالحياة ويكون عندهم هدف بحبوا العمل الصحافي كتير كتير ويبدعوا فيه وإنهم مميزين جدا تأريرهم متنوعة أغلبها بتحكي عن وضع اللاجئين بشكل عام وتقدم القناة الإخبارية التي يعمل فيها اللاجئون موضوعات متنوعة تتراوح بين مقتطفات ترفيهية مصورة وموضوعات وتقارير إخبارية طويلة ويأمل الصحفيون الذين ينتقلون إلى مخيم شاتلة أن يقدموا مادة ناجحة تعكس حياة اللاجئين في المخيمات نحن هون شغلنا أصعب من برا لأنه فيهون أوضاع اجتماعي ظروف غير بالمناطق اللي برا فأكيد حكون جاهزة وممكن أكتر من الصحفيين اللي درسوا ممكن بالجامعة وعم بيشتغلوا هلأ برا وبعد النجاح الذي حققه برنامج كامجي يسعى القائمون عليه حاليا لتوسيعه من أجل توفير فرص للاجئين في مناطق أخرى في لبنان مثل البقاع وطرابلس ويأملون في أن يصبح نموذجا يحتذا به ويتكرر ذات يوم في المنطقة كلها وداد الشواهدي أول امرأة ليبية تؤسس نادي رياضي نسوي في مدينتها مصراتا خبراتها طويلة في رياضة كرة الطائرة ورياضات أخرى بالإضافة إلى مشاركتها في بطولات وطنية ودولية جعلتها تكتسب خبرة مكنتها من تأسيس نادي رياضي نسائي تحاول من خلال تجيع المرأة الليبية على ممارسة الرياضة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لعبة المنتخب الليبي للنساء في كرة الطائرة سابقا وبعد أكثر من ثلاثة عقود حازت من خلالها على العديد من البطولات ولعبت في مجالات رياضية مختلفة وداد سالم الشوهدي وهي لازالت في عقدها الخامس من العمر تصر على عدم ترك المضمار وأن تكون الرياضة النسائية في ليبيا حاضرة وبقوة كنت لعبة قديمة في كرة الطائرة منذ سنة 1972 استعدت أنشطة رياضية منها الجنباز كرة الطائرة السلة الموسيقى حبي للرياضة دفعني أني حتى واني في هذا العمر أني نشجع المرأة على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد كثيرة تعود على الجسم على الحالة النفسية الرياضة تغدي الجسم وزي ما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم هذه مقولة صحيحة 100% فصارت عدة تظاهرات رياضية كنت أنا أحد المشرفات على هذه الرياضة بادرة بدأت بها العديد من النساء هنا في مدينة مصراتة منذ أكثر من عامين وها هي اليوم تعطي لهن دفعة أمل جديدة وثقة بالنفس أمام كل تحديات وظروف الحياة الصعبة في ليبيا بالنسبة للرياضة لما قاعدنا نجوه درنا برنامج رياضي ونادي للمرأة حسينا يعني كل مرة في ازدياد العدد كل مرة بشوية بدأنا بعدد فيه إقبال ولولا بدأنا بجزء بسيط بصراحة بادرة جميلة من الأخوات اللي استمرن فيها بدأنا فيها عطن رأيهم فيها طموحات تأمل وداد وغيرها من النساء الممارسات للرياضة هنا في ليبيا أن تتحقق أمام عديد العقبات التي تواجه قطاع الرياضة النسائية في ليبيا لأخبار الآن محمد عقوب مصراتة إلى الجولة الرياضية ريال مدريد سيحطم رقم أغلى لاعب للمرة الخامسة في عهد فلورنتينو بيريز هذا ما أعلنته صحيفة إسبانية ذكرت أن النادي الملكي توصل الاتفاق للتعاقد مع النجم الفرنسي الصاعد كاليان بامبي يكسر بمجبه الرقم القياسي لصفقات الانتقال بتاريخ كرة القدم تقرير التالي والتفاصيل أصبح ريال مدريد على بعد خطوة من التعاقد مع نجم مونكو الدولي الفرنسي كيليان بامبي خلال المركات الصيفي الجاري في صفقة ضخمة ستكون الأغلى في التاريخ وفق صحيفة ماركا ب180 مليون يورو وقبل بامبي حطم الملكي رقم أغلى صفقة في التاريخ في أربع مناسبات خلال فترتين رئاسة فلورنتينو بيريز للنادي الصفقة الأكثر جدلا عبر تاريخ الكرة الإسبانية كانت من أول تدعمات فلورنتينو بيريز لريال مدريد في صيف 2000 بعد انتخابه رئيسا للنادي إذ قام نادي العاصمة بتفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي البرتغالي لوسفيقو مع برشلونة بدفع 60 مليون يورو لتصبح أغلى صفقة في التاريخ وبعد سنة واحدة فقط من انتداب لوسفيقو من برشلونة قام فلورنتينو بيريز بتدعم الفريق بصفقة ضخمة أخرى بالتوقيع مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان هاتيا من يوفنتوس مقابل 73 مليون يورو ليتم تحطيم رقم لوسفيقو سريعا كأغلى صفقة في التاريخ وبعد إعادة انتخابه رئيسا لريال عام 2009 عاد بيريز بفلسفة استقطاب النجوم نفسها إذ قام للمرة الثالثة في ظرف 9 سنوات بتحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في التاريخ بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانا رونالدو آتيا من ماتشستر يونيتد مقابل 94 مليون يورو ريال مدريد صار على النهج نفسه تحت قيادة بيريث إذ عاد بطل أوروبا لتحطيم رقم أغلى لعب في التاريخ مجددا في صيف 2013 بعد انتداب الدولي الولزي جاريث بيل من توتنم مقابل 100 مليون يورو ومليون كأول صفقة في تاريخ كرة القدم تتجاوز حاجز المائة مليون نبقى مع أخبار ريال حيث سيلتقي بطل دوري أبطال أوروبا منشستر سيتي يوم غد الخميس مع غريمه برشلون الأحد المقبل ضمن كأس الأبطال ثم نجوم الدوري الأمريكي في الثالث من آب أغسطس تعرض ريال مدريد إلى الخسارة أمام منشستر يونيتد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا ضمن مباراة ودية في كأس الأبطال الدورية الإعدادية للموسم الجديد وهي المباراة الإعدادية الأولى لريال في جولته الأمريكية أكد الإيطالي كارلو أنتشيلوتي المدير التنفيذي لباير ميونيخ الألماني أنه يستبعد رحيل اللاعب تشيلي أرتورو فيدال مشيرا إلى أن كل ما يثار حول هذا الموضوع هو محضو شائعات وبعد مشاركته في بطولة كأس القرات في روسيا مع منتخب تشيلي الذي خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا قرر فيدال أخذ عطلة ولم يصاحب الفريق البفاري في جولته الأسيوية أعلن نجم كرة المضرب السربي نوفاك ديوغافيتش الأربعة انتهاء موسمه بسبب الإصابة التي يعانيها وذلك من خلال فيديو نشره في صفحته على موقع فيسبوك طر ديوغافيتش إلى الانسحاب من مباراته في الدور رضع النهائي لبطولة بمبلدن ثالثة بطولات الأربعة الكبرى أمام تشيكي توماس بيردختش بسبب هذه المشكلة وسيغيب الآن عن فلاشينج مادوز الأمريكية آخر البطولات الأربعة الكبرى في العالم الحالي التي ستقام شهر المقبل إضافة إلى ما تبقى من الموسم دائما للمزيد يمكنكم متابعاتنا على موقعنا الإلكتروني تواصل معنا عبر فيسبوك واتفوتر متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته أنا أشكركم دائما مشاهدين من دبي على متابعتنا وألقاكم غدا بإذن الله في نفس الزمان ونفس المكان لحلقة جديدة من السيديو الأربع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر